اشتركوا في القناة اللي يعودكم من خلال فقراته تتحدث كلها على تكنولوجيا المعلومات والحدثة بعد الفاصل اول فقرة وهي فقرة تيكستور ذكرت المديرية الوطنية للامن الوطني باول تطبيق ذكي في الجزائر لتبليغ عن مختلف الحوادث التي تسجل ارتفاعا كل عام في الجزائر والمتمثل في تطبيق الوشرطة ليكون اول همزة وصل الكترونية بين المواطن والامن الوطني كما اشارت المديرية الوطنية للامن الوطني عن اختياري لنظام التنبيهات والانذارات الوشرطة شعار اساهم في سلامتي اشارك في امن وطني وتعتمد هذه الخدمة على استخدام الهواتف الذكية المدعمة طبعا بخدمة الانترنت حيث يتيح للمواطنين استخدام هذه الخدمة كما ذكرت مديرية الامن الوطني لطالب المساعدة عند الوقوع في الخطر والتبليغ عن الحوادث مثل السرقة والتخريب والاعتداءات وحوادث المرور بالاضافة الى الاختطافات خاصة ما يتعلق منها باختطاف الاطفال وعادة ما تكون هذه الحوادث في الطريق العام وغيرها على ان تتدخل مصالح الامن انطلاقا من هذه التنبيهات اكثر تفاصيل لتطبيق الوشرطة في هذا التقرير تداول الكثير من روادي منصات تواصل الاجتماعي فيديوهات توثق حوادث اجرامية مثل السرقة التهديد والاعتداء بالسلاح الابيض تجري في الشارع الجزائري وامام مرأة الجميع ليصورها المواطن الجزائري بدوره وينشرها مطالبا السلطة الامنية بالتدخل الفوري واصدرت المديرية العامة للامن الوطني تطبيق الوشرطة من عام 2018 لخدمة امن وسلامة المواطن الجزائري وبمشاركته للحفاظ على السكينة في المجتمع يمكن للمواطنين الجزائريين تحميل تطبيق الوشرطة من متجر جوجل بلاي وكذا على الموقع الالكتروني وصفاحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر للمديرية العامة للامن الوطني وذلك تعزيزا لثقافة التبليغ لدى المواطن ورفع الحس المدني وسط المجتمع الجزائري واخترى لنظام التنبيهات والانذارات الوشرطة شعارة أساهم في سلامتي أساهم في أمن وطني وتعتمد هذه الخدمة على استخدام الهواتف الذكية حيث يتح للجزائريين كما ذكرت المديرية الأمن الوطني طلب المساعدة عند الوقوع في الخطر والتبليغ عن الحوادث مثل السرقة والتخريب والاعتداءات وحوادث المرور والاختطافات خاصة ما يتعلق منها باختطاف الأطفال كما يتيح التطبيق إرسال صور في حال تصوير الشخص حدث مرور أو أي نوع من أنواع الاعتداء أو الخطر وإرسال إنذار وإبلاغات عن طريق رسائل نصية قصيرة عبر التطبيق الجديد عند وجود أي شخص في الخطر حيث سترسل هذه الإبلاغات إلى بنك المعلومات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني ليتسنى لأعوانها التدخل بفاعلية في وقت قياسي كما أوضحت في بيانها المديرية العامة للأمن الوطني ويعد تطبيق آل شرطة من التطبيقات المجانية المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية لكنه محصور عن المستعملي لأجهزة أندرويد 4.2 وأكثر ويعتمد على تسجيل المستخدم بإدخال معلوماته الخاصة به تسمح له باستخدامه عند الضرورة في أول خبر لنهار اليوم حيث بدأ مطور تطبيق واتساب في طرح تحديث تجريبي جديد يقدم تجربة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعية وسيكون التحديث التجريبي الجديد مخصصا لنسخة واتساب بيتا على نظام التشغيل أقول أندرويد وهو يتضمن إمكانية تخصيص نغمة رانين خاصة بالمكالمات الجماعية كذلك سيقدم تحديث واجهة مستخدم جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الصناعي فضلا عن نوع جديد لملصقات الرسوم المتحركة أكثر تفاصيل في هذا التقرير بدأ مطور تطبيق واتساب في طرح تحديث تجريبي جديد يقدم تجربة مدعومة بتقنية الذكاء الصناعية وسيكون التحديث التجريبي الجديد مخصصا لنسخة واتساب بيتا على نظام التشغيل أندرويد وهو يتضمن إمكانية تخصيص نغمة رانين خاصة بالمكالمات الجماعية كذلك سيقدم واتساب التحديث لواجهة مستخدم جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الصناعي فضلا عن نوع جديد لملصقات الرسوم المتحركة ومع هذا فقد جرى نقل كل الأزرار إلى أسفل الشاشة خلال المكالمات الصوتية في وجهة المستخدم الجديدة من واتساب وحسب المعلومات أيضا فإن المطورين يعملون على تحديث شاشة الاتصال أيضا مع خبر آخر لنهار اليوم ودائما مع تيك نيوز حيث كشفت صحيفة وولد ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مأدوبة عشاء بالبيت الأبيض من أن الشركات التقنية الصينية تشكل تهديدا مباشرا للأعمال التجارية الأمريكية ووفقا للصحيفة فإن فقد أقول جدل مارك أن تطبيق الخناق على هذه الشركات يقدم أو يجب أن يكون له أولوية أكثر من كبح جماح شركة فيسبوك وحذر مارك أيضا الشركة والمسؤولين المشرعين الأمريكيين من أن الشركات الصينية تشكل خطرا على القيم الأمريكية المهيمنة على الدولة أكثر تفاصيل في هذا التقرير حذر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك المسؤولين والمشرعين الأمريكيين من أن شركات التقنية الصينية تشكل خطرا على القيم الأمريكية المهيمنة للدولة وذكرت وولد ستريت جورنال أن فيسبوك قالت أن تطبيق تيك توك المملكة لشركة بيت دينس ومقرها بكين لا يشارك فيسبوك التزامها بحرية التعبير ويمثل تيك توك منافسا كبيرا لأعمال فيسبوك كما أنه يتنافس مباشرة مع أنستغرام ونظرا لحجم جمهوره فمن المحتمل أن تدفع الشركة مقابل مساحة إعلامية على تيك توك بدلا من أنستغرام وفيسبوك آخر خبر لنهار اليوم حيث أطلقت خدمة الترسل الفوري السينية لوظيفة طلبات الاتصال الجديدة الهاتفة لحماية المستخدم من رسائل الغرباء ويتوجب على أي شخص غير موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم أن يقدم من الآن طلبا موجزا قبل أن يتمكن من الدردشة مع المستخدم أو إضافته إلى المجموعة مجموعة اتصال سينيال أو الاتصال به هاتفيا أيضا أكثر تفاصيل في هذا التقرير أطلقت خدمة الترسل الفوري السينيال وظيفة طلبات الاتصال الجديدة الهاتفة لحماية المستخدم من رسائل الغرباء ويتوجب على أي شخص غير موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم أن يقدم من الآن طلبا موجزا قبل أن يتمكن من الدردشة مع المستخدم أو إضافته إلى مجموعة أو الاتصال به هاتفيا أيضا ومع هذا فإنه سيتم معرض الطلبات في نطاق منفصل بعيدا عن المحادثات العادية وفي حالي أقنع الطلب المتنقي فيمكن للأخير قبوله أما في حالة الشك في هذا الطلب فيمكن المستخدم حذفه بكل بساطة كما أنه يمكنه حضر مقدم الطلب مباشرة وبالتالي إنهاء المحادثة التي لم تبدأ من الأساس تيكزامان بعد الفاصل تيكزامان نخصها لكم للحديث عن تكنولوجيا القديمة لدارة صد كبير في وقت ماذا أو تم تطويرها وفي هذا العدد سنحكي على لعبة قديمة ومميزة وشكون ما يعرفش لعبة سوبر ماريو وهي سلسلة ألعب فيديو من إنتاج نينتندو وهي من تصميم المصمم الياباني شيجيرو مياموتو الشخصية الأساسية ماريو هو جلب الحظ الرسمي لشركة نينتندو ماريو مصور قصير جدا بزيه أقول الأزرق والأحمر الشهير وقبعته الحمراء وهو رجل إيطالي يعيشه في مملكة الفطر معروف بإحباط خطط الشار التي تهدف إلى اختطاف الأميرة الصغيرة أخليكم تذكروا هذه اللعبة القديمة في هذا التقريب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر